اهلا بحضراتكم من جدير نروح بقى لقطاع النشئين بالناد الاهلي واخر الاستعدادات القوية لاستكمال بطولة الجمهورية زي ما قلت لحضراتكم او كان معنا الستاذ محمود دارويش الناقد الصحفي وقال خلاص يعني تسعة وتسعين على الابواب الفين وواحد الفين وتلاتة والفين وستة زي ما شايفين قدام حضراتكم ده جدول بطولة الجمهورية موليد الفين وتلاتة للفرقة المتنفسة على البطولة موسم عشرين 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 واحد وعشرين الناد الاهلي باي في اول اسبوع يعني الناد الاهلي مش هيشارك هيشارك بمبداية من الاسبوع التاني هيكون مباراة قوية من العيار الثقيل الاهلي والزمالك خمسة اربعة يوم الاتنين وان شاء الله يعني تكون المباراة دي موجود معنا هنا على قناة الاهلي هي تكون مباراة الاهلي في ملاعب النشئين بمدينة نص نتمنى فيها التوفيق لفريقنا الفين وتلاتة اللي بيضم عناصر مميزة وزي ما اقول لحضراتكم الاستعداد الناد الاهلي لما الدوري توقف او اتحاد الكرة توقف يعني طالب بعدم استكمال البطولة الناد الاهلي استمر في التدريبات كانت اللاعبة موجودة المدربين موجودين الكابت خالد بيبو يعني كانت اللاعبة موجودة بشكل يعني شبه يومي علشان تحسبا لاستكمال البطولة فارتمنا لهم ان شاء الله البطولة يعني التوفيق المهم جدا ان العودة هتكون امام نادي الزمالك نادي الزمالك فريق 2003 ثلاثة فريق قوي لكن ان شاء الله احنا عندنا ولادنا مميزين عندنا الحمد لله يعني في كل المسابقات رغم توقف البطولة لكن الحمد لله احنا يعني متصدرين المشهد بشكل كبير